بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله لماذا شهر رمضان الآن يمر بسرعة كبيرة الحقيقة نحن الآن في العشر الأخير وتحديدا في اليوم الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين من رمضان يعني هناك 22 يوم من رمضان مروا كأنهم يوم واحد لم نشعر بهم لم نعد نشعر بالزمن نفقد إحساسنا بالزمن الحقيقة أيها الأحبة أنا أود أن أتذكر معكم حديثا نبويا عظيما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن علامات الساعة ويتقارب الزمان هناك عملية انضغاط للزمان تسريع للزمان الزمان يمر بسرعة الزمان يجري بسرعة لماذا أيها الأحبة الحقيقة اليوم نحن نعيش عصر التكنولوجيا الرقمية أو عصر الاتصالات الرقمية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المسافات أصبحت أقرب الأحداث تصلنا بسرعة أكبر وبشكل متراكم فقدنا إحساسنا بالزمن أيها الأحبة وكأننا نعيش في الزمن صفر لم يعد هناك إحساس بالزمن يمر الزمن بسرعة ولا نشعر به هذا الأمر أيها الأحبة دليل وإنذار من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الساعة أصبحت قريبة ربما أخي الحبيب انتبه معي ربما رمضان هذا يكون آخر رمضان في حياتك كل إنسان لا يدري ماذا يكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نحن لا نعلم غدا ما الذي سيحدث ولا نعلم متى سنموت لذلك ينبغي أن تعتبر كل يوم في رمضان هو آخر يوم لك وتصلي صلاة مودع والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا إشارات أنه من أمرات الساعة ومن أشرات الساعة وعلامات الساعة تقارب الزمان أصبح اليوم أيها الأحبة إذا حدث حدث في أي مكان في أي بقع على وجه الأرض تستطيع أن تراه مباشرة بفارق الزمن أقل من ثانية في السابق لم يكن هذا ممكنا لذلك في الماضي كان إحساس الناس بالزمن أطول وأكبر كان الزمن يمر بشكل طبيعي بالنسبة لهم كثرت الأحداث يعني اليوم الحروب والدمار والغلاء والأوبئة وباء كورونا والحروب وغلاء الأسعار والانهيارات الاقتصادية التي تحدث حول العالم ووجود مواقع التواصل الإجتماعي التي تضخ مليارات المواد كل يوم فأصبح دماغ الإنسان قد فقد قدرته على الإحساس بالزمن طيب أنا هنا أود أن أنتبه معكم لقضية مهمة لماذا حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن تقارب الزمن أولا هذا يشهد بأنه رسول الله هذه القضية تسارع الزمن هذا الذي نشعر به اليوم أيها الأحبة وربما أنا واثق أن معظمكم يعني أنا سألت كثير من الناس عندما أتصل بشخص يقول لي يتفاجأ هل يعقل أننا دخلنا بالعشر الأخير ونحن لم يمر علينا سوى يومين أو ثلاثة كما نظن لم يعد هناك طعم لهذه الأيام لم يعد هناك إحساس بالزمن لهذه الأيام هذا الأمر أيها الأحبة لماذا أنبأنا عنه النبي ليحذرنا ويحذرك يقول لك احذر أيها الإنسان القيامة تقترب كثرة الحروب وكثرة الفتن وكثرة الكذب وكثرة المال وكثرة الوباء وكثرة الزلازل وتقارب الزمان كل هذه من علامات اقتراب الساعة ونحن نرى اليوم هذه العلامات مجتمعة كل هذه العلامات أخي الحبيب نراها اليوم مجتمعة أمامنا لذلك أفقدتنا قدرتنا على الإحساس بالزمن وبالتالي أصبحنا نشعر أن رمضان يمر سريعا ولا نكاد يعني الشعور يتوقف لا نكاد نشعر أن هناك مثلا أن رمضان يقارب على الانتهاء لذلك أحبتي في الله أنا أنصح كل أخ حبيب أن يستعد ليوم القيامة تخيل فقط أخي الحبيب أنك ستلقى الله غدا وهو أجمل لقاء في حياتك بالنسبة للمؤمن بالنسبة للكافر والملحد والمشكك واللهي عن ذكر الله والذي شغلته الحياة الدنيا والذي يأكل أموال الناس الباطل هذا الإنسان أكيد لن يرتاح بلقاء الله سيكره الموت يكره لقاء الله يكره لقاء الملائكة لحظة الموت لذلك ينبغي أن تستعد للقاء الله ولقاء الله ماذا يريد منك عندما تلقاه يريد منك العمل الصالح يريد منك الثقة به والإيمان به ويريد منك أن تعمل لأجله ماذا نقدم لله الله ليس بحاجتنا أيها الأحبة وهو الغني عن عباده سبحانه وتعالى الله يريد منك أن نفعل الخيرات لمصلحتنا نحن يريد منك أن ندعو إلى الله لمصلحتنا نحن وهو لن يستفيد شيئا لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين إن الله لغني عن العالمين فينبغي أن تسابق بالخيرات تسارع بالخيرات تدعو إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لا تجلس وتقول أنا هذا الأمر لا يعنيني أنا الذي يهمني فقط بيتي وأسرتي ونفسي لا أنت ستغادر هذه الدنيا وحيدا لن يذهب معك لا ابنك ولا أبوك ولا أخوك ولا أي إنسان ستذهب من هذه الدنيا وحيدا وستنزل إلى قبرك وحيدا لذلك هذا التحذير النبوي لتقارب الزمان وربطه باقتراب الساعة وأشراط الساعة كأن النبي يريد أن يقول لنا انتبهوا واحذروا اللقاء قريب مع الله لقاءكم أصبح قريبا مع الله لذلك ينبغي أن تعتبر أن هذا اللقاء يمكن أن يحدث في أي لحظة موت الفجأة بدأ يكثر أيها الأحبة الموت المفاجئ الذي يسميه العلماء صدن ديث الموت المفاجئ بدأ يكثر وبخاصة بين الشباب لذلك الإنسان لا يدري متى يكون لقاء الله سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين فلقاء الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون ماثلا في ذهنك عندما تنام يجب أن تفكر بلقاء الله عندما تستيقظ من نومك تفكر بلقاء الله عندما تتناول طعامك تتخيل وكأن هذا آخر طعام لك وبعده ستلقى الله ستتحول همومك ومشاكلك إلى لا شيء إلى فرح إلى السرور لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتلهف للقاء الملك سبحانه وتعالى سوف تحل كل مشاكله وتتحول هموم الدنيا إلى لا شيء لأنك أمام لقاء العظيم سبحانه وتعالى الملك الكريم سيختفي الظلم وقتها ويختفي المرض وتختفي حاجتك للناس سيختفي الفقر تختفي هذه الدنيا التعيسة المظلمة تختفي حاجتك للناس كل شيء سيختفي ستختفي المخاوف ويختفي الحزن وسيبقى شيء واحد هو الفرح بلقاء الله والبشرة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل هل تحب أخي الحبيب أن يقول لك الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه أن تكون من هؤلاء الذين رضي الله عنهم أولا وأنت رضيت عن الله إذا كنت من هذا النوع يجب أن تعمل لذلك اليوم يجب أن تستعد للقاء الملك سبحانه وتعالى تستعد لهذا اللقاء العظيم المريح الملائكة ستبشرك لحظة الموت بلقاء الله ستبشرك بالجنة ستبشرك بأنه لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وبالتالي أيها الأحبة انتبهوا إلى موضوع سرعة مرور الوقت وتقارب الزمان ونحن في رمضان 2022 الحقيقة حقيقة أنا شخصيا لم أشعر أو لا أكاد أشعر بمرور الزمن بسبب كثرة الأحداث وكثرة المعلومات التي تدخل إلى دماغنا كل يوم وكثرة المشاكل والهموم من حولنا لذلك أيها الأحبة ثلاث أشياء أنا أنصح بها أختم بها هذه الحلقة أول شيء وأهم شيء الدعوة إلى الله أخي الحبيب الدعوة إلى الله هي أعلى عمل يمكن أن تقوم به ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إذن أفضل من العمل الصالح الدعوة إلى الله بل هي على رأس الأعمال الصالحة لماذا؟ لسبب بسيط لأن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المخلوق الذي سيكون له أعلى منزل في الجنة أعلى منزل هي الوسيلة لا تنبغي إلا لرجل واحد هو النبي عليه الصلاة والسلام لماذا استحق هذه المنزلة؟ ما هي المهمة التي جاء من أجلها؟ مهمة واحدة الدعوة إلى الله جاء داعيا ومبشرا ونذيرا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن الله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الدعوة إلى الله رقم واحد الشيء الثاني أيها الأحبة والمهم جدا في أواخر هذا الشهر الفضيل عشر أواخر صلة الرحم والبر للآخرين والإحسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها طبعا الصلاة هذا شيء مفروغ منهم كلنا نصلي إن شاء الله والشيء الثاني بر الوالدين فبر الأقارب والتواصل مع الآخرين والإحسان وكثرة التصدق في هذا الشهر الفضيل هذا عمل عظيم جدا إياك أن تنساه قبل أن يمر هذا الشهر وربما يكون آخر شهر لك من أشهر رمضان وأنت لا تدري لذلك اغتنم هذه الأيام مباركة الشيء الثالث وهو مهم جدا أيها الأحبة احرص على أن تتدبر القرآن تدبر ساعة خير من عبادة سنة وتفكر ساعة خير من عبادة سنة التفكر في القرآن هذه الآيات تفكر فيها أخي الحبيب لكي أول شيء هو علاج لك التفكر في القرآن وفي الكون وفي إعجاز الله سبحانه وتعالى أولا يخرجك خارج هذه المنظومة الدنيوية التعيسة وتسمو بروحك للأعلى عندما تتعمق في الكون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون عندما تنظر إلى البحار والجبال وأعماق البحار وهذه الكائنات وكيف أن القرآن يتحدث عنها وتقول سبحان الله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولة تقول هذا الكلام وتخشع لأن التدبر هو الطريق المثالي للخشوع والخشوع هو جزء مهم من التقوى ومن العبادة أخي الحبيب لذلك أرجو أن لا تنسى هذه الأعمال الثلاثة بخاصة أننا في العشر الأخير الدعوة إلى الله البر والصدقة والتفكر والتدبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عتقاء هذا الشهر الكريم وأن يغفر لنا ويرحمنا إنه سميع قريب مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى